النادي الأهلي تعادل مع المقاولين العرب في بصولة الدوري في المباراة كانت مهمة جداً بالنسبة للفريق في إطار المنافسة على البطولة دي الغيبة عن النادي من السنة أو الموسم اللي فات يعني تحديداً وللأسف الأهلي كده يعني فرصه بتقل في الفوص ببصولة الدوري الفرص أكيد بتقل طمع بتتعادل وانت كده كده فيه فرق نقاط ما بينك وبين المتصدر اللي هو نادي الزمالك فبالتالي كمان انت بتصعب الأمور عليك أكتر وأكتر وفي الحقيقة الواحد بعد ما كان منتظر مباراة الزمالك وبيراميدز بحس إن مثلاً بيراميدز يتفوق على الزمالك يفوز أو يتعادلو فبالتالي الأمور تبقى لسه يعني مشتعلة للغاية دلوقتي الوضع بقى أصعب حتى لو الزمالك خسر مباراة بيراميدز انت دلوقتي مش منتظر تعصر الزمالك فقط انت منتظر تعصر الزمالك وبيراميدز اللي اتنين في نفس الوقت عشان يكون عندك فرص في بطولة الدوري الكلام المهم إن الأهلي كده كده احنا متعودين من خلاله إن احنا بنلعب لآخر نفس بنلعب لآخر لحظة بتحاول تعمل كل اللي عليك طبقاً للظروف الحالية والعوامل الحالية أو العقبات الحالية انت بتتعرض لها من حيث الإصابات من حيث جوانب تحكمية مختلفة من حيث حاجات كتير جداً متأثر على فريق بشكل أو بآخر يعني فهتحاول تعمل كل اللي عليك وتنتظر لعله عسى إن ربنا يكون كاتب لك البطولة تبقى من نصيبك ولازم الأهلي حيعمل ما بوسعه اللي عابين يقدموا ما بوسعهم بشكل أكبر من كده بكتير 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 وجاز فني عشان يحافظه حتى لو على نسبة ضئيلة جداً جداً بخصوص المنافسة على بطولة الدوري بالمناسبة يا جماعة كل حاجة وردة في كرة القد كل حاجة وردة لكن في نفس الوقت إحنا متعودناش إن إحنا نقول الكلام ده بمنتظة رحا يعني مش متعود مثلاً بقلي كتير جداً في قناة الأهلي وحاجة بتشرف بيها مش متعود إن أطلع أقول الكلام ده إن إحنا منتظرين ونشوف ويمكن الفريق ده يخسر الفريق ده نحن مش متعودين على كده بصراحة حاجة غريبة شوية بالنسبة لي لكن هو ده الوضع الحالي وأكم من الأندية العالمية واللي عندها تاريخ عظيم زي النادي الأهلي بيمروا بفترات زي دي فترة فيها كبوة الأسباب كتير لكن موجودة وفي نفس الوقت مش أعذار بس هي كبوة واللي بيشجع الأهلي هو بيكسب لازم يقف في ظهر الأهلي وهو بيخسر ده حاجة طبيعية جداً وحاجة مفروغ منها وهو ده جمهوري النادي الأهلي وده أمر مؤكد آه بنزعل وبنغضب وبعد المطش الواحد ما بيبقاش طايق نفسه ما بيبقاش طايق نفسه بس في نفس الوقت هي دي فرقتنا اللي احنا بنحبها وبنعشقها وهو ده نادينا اللي احنا بنحبه وبنعشقه واللي هنفضل وراه وفي ظهره في الحلوة وفي المرة قابليها دي حاجة مش محتاجة أي نقاش بالنسبة لنا بالنسبة لنا وبنسبة لفئة كتير جداً من جمهوري النادي الأهلي المحترم لكن بصراحة لا حققنا نزعل وحققنا نتضايق وفي نفس الوقت وإحنا بنزعل ونتضايق لازم نشوف الأسباب ونشوف لها حلول والأسباب والحلول إحنا تكلمنا فيها قبل كده بس هنتكلم فيها تاني لأنه ده أمر كان مهم جداً جداً لكن في جزئية أكثر أهمية من وجهة نظر هي إيه؟ أنا واحد من الناس مثلاً كواحد من جمهوري النادي الأهلي كنت منتظر من بعض اللاعبين أن هما يستغلوا فرصة زي اللي جات لهم في الفترة اللي فاتت أن هما يشاركوا بعض اللاعبين ليه؟ لأننا عارفين الأهلي مثلاً عنده فرقة قيلة قوي أساسية كم من ده بس معظمهم مصاب فبالتالي العناصر ما كانتش بتشارك جات لها الفرصة منها تشارك هل هما استغلوها ولا ما استغلوش فرصة دي؟ الرد لحضراتكم بس أنا كنت أأمل أن يبقى في استغلال للفرصة بشكل أفضل من كده بكتير بشكل أفضل من كده بكتير عشان تثبت جدرتك بالتواجد جوا النادي الأهلي عشان تثبت أنك تستحق أنك تلبس التيشرت ده الغالي قوي ده التقيل قوي ده اللي أي حد بيتمنى أنه هو يلبسه ويلعب بالتيشرت الأحمر أي حد يتمنى يلبس تيشرت الأهلي كده ويلعب به يا رجل ده يعني سيبك أنك تلعب على المستوى الرسمي مع الفريق الأول مثلا أو مع فرق ناشئين الناس بتلعب بالتيشرت بتاع الأهلي في الشارع ده بالنسبة لهم تبقى حاجة كبيرة جدا ففي نفس الوقت فيه البعض لازم يقطر حاجة زي كده جميل جدا يعني لو أنا ألبس التيشرت الأحمر بتاع الأهلي ده فأنا لازم أكون أدي التيشرت ده أجيلي فرصة أمسك فيها بإيدي وثناني ما فوتهاش خالص في البعض فوت الفرصة دي والبعض القليل مسك فيها البعض القليل مسك فيها وهنا الجزئية الأهم اللي هي إيه إحنا هنا يا جماعة عشان نطمن جمهور الأهلي هل الناس في النادي واخدوا بالها من السلبيات دي أو من من بعض المواقف دي أو من بعض الأخطاء دي مؤكد مؤكد ما تتعبش نفسك في التفكير في حتة زي كده أكيد واخدين بالهم وأكيد عارفين السلبيات وعارفين الأخطاء وأكيد عارفين حيعالجوها إزاي ده شيء مفروغ منه مش محتاج أي نقاش الجزئية الثانية هل الناس دي هتجيب صفقات قوية مؤكد أصلا ما ينفعش لازم يبقى فيه صفقات قوية لازم يكون فيه صفقات من نار اللي هو إيه بالمناسبة أنت عندك فرقة تقيلة وعندك لعبات كويسة قوي لازم تستمر في لعبة هتتغير ده طبيعي حتى لو أنت اخت كل البطولات بالمنازمة يعني أنت كده كده الفريق البطل لازم بيدعم يفضل يدعم يدعم لأنه هو بينفس على كل البطولات وأكتر فريق بطل هو النادي الأهلي أكتر فريق حصد الألقاب هو النادي الأهلي أكتر فريق بينفس في كل البطولات هو النادي الأهلي فطبيعي هتلاقي فيه لعبة هتخرج وفيه لعبة هتيجي الناس شغالة على كده ولا لا طبعا شغالة على كده عارفين من اللي هيخرج بالتنسك مع الجهاز الفني وعارفين من اللي هيجي كأسماء قوية صفقات من نار تخلي المستوى هو هو مش عايز اقول متقارن هو هو ما بين العناصر الاساسية والعناصر العدكة اللي هي اكيد برضو لعيبة مهم بحيث انت لما يحصل عندك زروف زي دي وعوامل تأثر عليك زي دي يبقى عندك البديل اللي يشيل فرقة اللي ما يخلناش في الوضع ده كلام في حاجة غلط كلام في اي يعني نوع من انواع مثلا التهكم او حاجة لا خالص احنا نتكلم تبقى اللي شفنا الفترة اللي فاتت نتكلم تبقى او نظرا لحبنا للنادي الاهلي نتكلم بشكل واضح جدا وصريح جدا عشان مصلحة الاهلي حتة ان احنا نحاول نزوق بقى الكلام ونجمله وكلام من ده وبتاعه اكد ده كلام يعني مش في صالح النادي خالص خالص فلا الاهلي محتاج طفرة تعاقدية باسماء قوية باسماء تقدر تضيف للفرقة باسماء تلحقك في المواقف اللي زي دي فيه اعذار فيه اعذار منطقية طبعا احنا مش عايزين كل حاجة نشايلها للناس اه فيه مسئولية كبيرة جدا بطاقة على اللاعبين والاجهزة الفنية طبعا ما اقدرش ما تفتكرش ان انا هطلع هنا اطلع مبرر لا بس لما نيجي نفكر بالمنطق اه لا فيه حاجات تانية بتأثر على الفرقة ابرزها لاصابات الكتير جدا جدا يا راكل ده انت برح في اول ثمان دقائق اصابتين اول ثمان دقائق واحد زي صلاح بحسن اصابات متكررة واحد زي احمد عبدالقادر لعيب مهم فبالتالي انت لو مدرب داني خطتك على الاتين اللاعبة دول مثلا في الملعب وفي اول ثمان دقائق اللي هو يعتبر قبل ما مطش يبتدي بيتصابه لازم الدنيا هتطلق بطور رغم كده وده اللي مزعه للواحد شوية ولسه بتكلم في بعض العوامل اللي قصرت على الفرقة انت مثلا مطش المقصة والجنى كنت اوحش من كده مفيش اسوأ من كده مفيش على مستوى الاداء لكن في نفس الوقت حققت النتيجة المطلوبة ان انت تكسب واحد سفر واثين سفر امبارح كان فيه تحسن نسبي الشكل كان نوعا ما افضل الروح عند اللعبة كانت اعلى بكتير امبارح وفي نفس الوقت روحت عالجون كتير وضيعت ضرب الجزاء وضيعته كرة ما ادعش بتاعت حسام حسن وكرة تاعت حمدي فتحي في العرض ده وما كان فيه توفيق وليك ضرب الجزاء وحكلم عن حتة دي كمان وفيه مؤفروض كارتة احمر اللعب المقنين وحكلم عن حتة دي كمان بس عملت كل حاجة ومع ذلك ما قدرتش ان انت تاخد التلات نقاط وكتفت بنقطة والتوفيق ما كانش معاك خلص وهي دي كرة القدم في الاول وفي الاخر يعني وده اللي ممكن يكون محزن الواحد شوية انت بعد المجهود ده وبعد الروح دي بتخسر نقطتين مهمين جدا في سراع المنافسة على بطولة الدوري لكن في نفس الوقت المؤكد ان في البعض ما قدرش ان هو يستغل الفرصة فالعوامل قلنا اصابات عد براحتك عد براحتك عناصر اساسية مهمة مؤثرة جدا جدا وده بسبب ضغط المباريات وبسبب ان كل الفريق بيلعب كل تلات يام ماتش وده حاجة مش يعني مش مفاجأة للناس بتحصل وموجودة هتيجي تقولي مها في اوروبا والدور الانجليزي ساعات بيدغطوا الماتشاط ويقولك ساعات فترة من الموسم بيبقى فيها ضغط ماتشاط ليه فترة بتاعت شهر 12 واحد مثلا فترة من الموسم لكن مش طول الموسم يا جدعد احنا كتول الموسم بنلعب ماتشاط مضغوطة احنا كتول الموسم اللعيبة بتاعتنا بتلعب دوري ابطالي افريقيا بطولة الهم الافريقية دوري كاس مصر كاس مصري تاني كاس العرب كل حاجة كاس عالم قندية كل حاجة لعبت الاهلي بتلعب في كل حد في كل بطولة فطبيعي هتلاقي هذا الكمم الهائل من الاصابات انت بس مش تكتافي ان انت بتلعب الاصابات انت بتوصل للمراحل النهائية فعدد المباريات بيزيد فبالتالي الاصابات بيزيد فبالتالي الضغط بيبقى صعب وبالتالي بتلاقي وتوجه صعوبات كتير جدا فدي حاجة بصراحة من الحاجات الواقعية يا جماعة موجودة واثرت بس هو ده الوضع اشتركوا في القناة